موسيقى موسيقى هل قال المسيح أنا هو الله؟ أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد في هذه الحلقة رح نتناول هذا السؤال اللي دايما منواجهه سواء مباشرة على التيفي سواء على السوشال ميديا سواء مع الأشخاص اللي منتحدث معهم اثبتلي برهنلي هل فعلا قال المسيح أنا هو الله؟ رح نتكلم عن الإثباتات والبراهين أنه فعلا بتشوف مش برهان ولا اتنين ولكن عشرات البراهين التي تثبت له تأوهوية يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ويصرني أن أستضيف إلى برنامج ليكون نور ستوديو نور لجميع الأمم شخصية طبعا أكيد تعرفوها وشفتوها كتير على القنوات الفضائية يعني إذا أردت أن أعبر بكلمة رجل الله الأخ يوسف رياض الأخ يوسف رياض غني عن التعريف كلنا منشوف البرامج الأخ يوسف على فكرة علامة في الكتاب المقدس ومألف سبعين كتاب سبعين كتاب وطبعا كنت عم بسأله كيف يعني الوقت ممكن إطلاقي ولسه عاوز يكتب كمان كتب أخ يوسف ربنا يباركك ويعطيك الصحة والطاقة طاقة في الجسد ونشاط في الروح أهلا وسهلا فيك الله يباركك شكرا السؤال اللي هو يعني مباشرة هل قال يسوع المسيح أنا هو الله المسيح قال كده بدل مرة مرات كثيرة صحيحة لكني أنا بستغرب من هذا السؤال وأنا كمان يعني هل ملك البلاد إذا زار أي بقعة في مملكته أول ما ينزل يقول لهم يا جماعة أنا الملك تعالوا سجدولي كلام يعني مش ما يتكلمش عن نضج لكن المسيح قال طبعا قال ومش بس المسيح قال لكن قبل ما ييجي المسيح ما نقدرش نتصور أن المسيح طرأت فكرة عنده أنه ييجي لكن دي زي ما بيقول لنا الرسول بطرس معلومة عند الرب منذ الأزل جميع عماله فالخط أنه يتجسد وينزل دي خطة معروفة سابقا قبل تأسيس العالم وهو أتى لكي يتممها وفي الحقيقة المسيح مش بس قال وهو قال زي ما حنشوف في البرنامج لكن بالإضافة إلى ذلك أعماله أيدت ذلك قالها بطريقة وبأكثر من طريقة علشان الكل يفهم أنه هو الله الذي أتى ليفتقد خليقته طالما ذكرت العهد القديم أخي يوسف شو راك نبتدي ماذا قيل عن يسوع المسيح أو عن لهوت يسوع في العهد القديم لو آية آية تاني طيب يعني عندي على الأقل ثلاث آيات خليني أقول أول آية اللي جت في إشعية سابعة أربعة عشر اللي هي بتتكلم عن المولد العذراء وتلاحظ حضرتك أن هذه الآية مش من اختراع إنسان مش إنسان طلبها من الله كالعادة لكن الله نفسه يقول لنا كده في إشعية سابعة أربعة عشر السيد نفسه يعطيكم آية إيه الآية اللي ربنا حيديها للبشر العذراء بتحبل البعض بجهالة أو مش عارف إيه بيقولك شيء طبيعي طم آدم تولد من غير أب وأم وحوة من غير لا 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 ده موضوع كلام ملوش تقدير إطلاقا المسيح مولود المرأة لكن كيف أولد مش من تزاوج رجل وامرأة لكن السيد نفسه يعطيكم آية الشعية سابعة أربعة عشر هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نقول وفي العهد الجديد يقول الذي تفسيروه الله معنا يبقى إذن اللي تولد ده إنه ولد من غير أب بشري لماذا؟ لأنه الله معه ما كانش ممكن إن إنسان يتدخل ليجيب يحضر الله من السماء مستحيل لكن الله نفسه أتى في الوقت المعين لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس وإذا أنت ذكرت ثلاث آيات هذه الأية الأولى قرية الثانية في ميخة خمسة اتنين لما كلمنا عن بيت الأحم وهي قرية صغيرة أعتقد أن لولا المسيح تولد في قرية بيت الأحم يمكن كان في ملايين البشر يتولدوا يموتوا ما يسمعوش عن بيت الأحم قرية صغيرة زي أي قرية في أي بلد من البلاد لكن ما بقتش صغيرة ليه؟ لأن الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزد خرج من بيت الأحم وأنا منشوف أزالية المسيح يعني في إشعية الله معنا في ميخة خمسة اتنين أزالية المسيح خرجا من بيت الأحم مين ده؟ الذي مخارجه منذ القديم اللي هو أزلي ومين الأزل غير الله نعم كمان في آية أخيرة أحب أذكرها جت في ملاخي أصحاح ثلاثة ونبوة ملاخي دي آخر نبوة في العهد القديم بتهيئ الناس لمجيء المسيح بص مكتوب إيه في أصحاح ثلاثة من ملاخي ها أنا ده أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي مين اللي بيتكلم هنا؟ المسيح المسيح بيقول هأرسل ملاكي اللي هو يحمل مع مدان فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله يبقى هذا الشخص الهيكل ده هيكله وإحنا عارفين أنه هيكل الله يبقى هذا الذي سيولد لكي يهيئ الطريق أمام المسيح هو الهيكل هيكله وبعدين يقول وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي فبشوف في الآية ده أدلة ثلاثية لما يقول لنا أرسل ملاكي وبعدين يهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله الملاك الذي تصرون به ملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي هنا في أدلة ثلاثية على أن المسيح هو الذي البيت بيته والذي الملاك ملاكه وهو يهيئ الطريق إذ سيأتي بغتة إلى هيكله وفي نفس السياق في موضع آخر أعدوا طريق الرب تمام طريق يهوى ونفس الكلمات ذكرها يحنى المعمدان عن يسوع المسيح بالضبط طيب منيجي للعهد الجديد طبعا أنا مثلك مستغرب من هذا السؤال وكأنه وضع إشكال إذا المسيح قال أنا الله أنا كان دائما سؤالي للأشخاص لو قال يسوع فعلا أنا هو الله أعبدوني هل كان ممكن يؤمن بيسوع المسيح أو يعني كما قال يسوع في المثل الغني وآله عازر حتى لو قام واحد من الأموات لا يصدقون فهل دي حجة إنه الشخص بيستخدمها عشان يعني كأنه يوقع المسيحها يعني وين قال المسيح أنا والله فالسؤال أنت بتقول نعم قال أنا الله تفضل أخ يوسف قالها كثيرا جدا مثلا لما نروح متى سبعة كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب يبقى هو الرب نعم ومن هو الرب اقرأ كده في ملوك الأول الصحة 18 الصحة 18 لما الشعب قال الرب هو الله الرب هو الله يبقى إذن المسيح قال أنا الرب وهو الديان ومن الديان في الكتاب المقدس واضح أن كل الديانون لله فقط الله ديان الجميع إبراهيم يقول لله شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورمت أديان كل الأرض لا يصنع عدلا نعم هو الديان الوحيد والمسيح قال حيقولولي في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا حينئذ أصرح وأقول لهم كلامه هو اللي لي قيمة وكلام الناس مالوش أي قيمة نعم المسيح قال كثيرا مثلا من أوضح الآيات الرائعة اللي بنقرها في يوحنى 58 لما المسيح قال قبل أن يكون إبراهيم مش أنا كنت أبله لكن أنا كائن واجب الوجود مين الواجب الوجود مين اللي ييجي إبراهيم ويمشي إبراهيم وهو كائن هو الله وكلمة أنا كائن هي تكتبت في الكتاب المؤدس العهد الجديد ايجو آيمي نفس الكلمة اللي جيت في خروج 3-14 اللي فيها موسى بيسأل ربنا لو سألوني بني إسرائيل هو الله اللي بعتك اسمه إيه أقول لهم مين أقول لهم إيجو آيمي أنا يهو أنا الكائن أهي الذي أهي أهي الذي أهي يبقى إذن المسيح قال عن نفسه طبعا دي أنا أخدت عينتين واحدة من إنجيل متة واحدة من إنجيل يوحنة لكن هو فين ما نقراش عن لهوت الابن في الكتاب المقدس لما قلنا مثلا في ربيا الصح 9 يسوع المسيح الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد أمين أمين لا والحاجة التانية أخي يوسف إنه دايما إحنا منحاول نفسر آيات بحسب آراءنا أو كتبنا أو إلى آخره بدون منرجع للشعب المعاصر في أيام يسوع المسيح السؤال كيف فهم اليهود بقول يعني أو قوال يسوع المسيح لدرجة إنه عاوزين يتخلصوا منه عم بقولوا عنه إنه مجدف وعاوزين يتخلص وعاوزين يقتلوا يسوع المسيح يعني الإجابة على السؤال ده تاخد مننا البرنامج كله لكن حاول اقتصر في هذه الإجابة وأجيب حالتين حالة الأولانية في يوحنى 8 جابوا للمسيح امرأة ومسكت في ذات الفعل موسى قال لنا ترجم تقول أنت عجيب هو المسيح جاي ينقض النموس مش هو قال لهم لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس والأنبياء فقال لهم لا بسيطة اللي منكم ما عملش خطية زيها يرجمها وللأسف وأعين في الخطية عينها وجايين يجربوا المسيح المهمة ما قدروا عليه واترمت الحجارة من إيديهم ما قدروا يرجموا الزانية لكن آخر الأصحاح إيه اللي حصل لما المسيح قال لهم الآية اللي اذكرتها من شوية قبل أن يكون إبراهيم أنا كائم السؤال هل فهمها اليهود وكيف فهموها تناولوا حجارة ليرجموا المسيح لأنه في نظرهم قد جدف ليه هو قال إيه الآن الله فاعتبروا أن هذا تجديفا من جانب المسيح أما نحن فنعتبر أن هذا هو عين الحقيقة فالمسيح لم ينطق إلا بالصدق والحق دايما كان يقول الحق الحق أقول لكم وفي إنجل يحن أصح تمانية مرات كتيرة بيكلمنا عن الحق الذي يخرج بين فامي فهم فهموا منه أنه هو الله ومرة أخرى بيسأله الرئيس كانة في المحاكمة قل لنا أنت المسيح ابن المبارك أصل لنا مش عارفين ياخدوا معاه يعني زلة يقع فيها حاشة لأنه ما عمل شؤال خطية ومش ممكن يتمسك فسألوا السؤال مباشر أنت المسيح ابن المبارك قال له أنت قلت ومن الآن أقول لك ترون السماء مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله فمزق رئيس الكهنة ثيابه لماذا مزق ثيابه لأنه نطق بما كانوا ينتظرون أن يقول لأن المسيح لا يمكن أنه ينكر نفسه أيوة أنا ابن الله أيوة أنا الله الظاهر في الجسد وزا ما قلنا هو قال كده لكنه أيضا برهن على أنه كده وطبعا اليهود فهموا بكل وضوح يعني لأنه قال أنه قالوا عنه مجدف أيوة وكانت وكانت تهمة أو جريمة اعتبروها للموت ومشان يعني صلب المسيح مش بشيء عمله ولكن بشيء قاله وهذا طبعا يعني مهم جدا فإذا المسيح قال أنا هو الله في آية تانية في إنجيل يحنى قال أنا والآب واحد صحيح إيه مفهوم هذه الآية أخي يوسف البعض الأشرار بيقولك المقصود من ذلك أنه واحد في الغرض والمسيح لم يكن يتكلم على أنه هو والآب واحد في الغرض لكن واحد في العظمة آب الذي أعطاني إياها الخراف هو أعظم من الكل ولا يخطف أحد من يدي أبي فهنا بيتكلم عن عظمة الآب آب الذي أعطاني الخراف هو أعظم من الكل ولا يخطف أحد من يدي أبي وبعدين قال أنا والآب واحد لاحظ أنه ليس يقول الآب وأنا واحد مع أن حتى في نظر اليهود الأشرار لا تنفعش لكن المسيح قال أنا والآب يعني كان نحط نفسه الأول والآب واحد واحد في الجوهر واحد في العظمة كيان واحد وإذا كان الآب عظيم وطبعا إطلاقا عظمة عن الآب زي ما قال في يحن خمسة لكي يكرم الجميع الأب كما يكرمون الأب طلعز حضرتك حكتين الحاجة الأولانية الجميع سيكرموا الأب والحاجة الثانية أنهم سيكرمون الأب بنفس القدر بنفس الوضوح وبنفس المقدار اللي فيه بيكرموا الأب كتير من أحباء المسلمين دائما بيستخد ممثلا كلمات يعني ذكرت في إنجيل يحن إصحاح الثمانية ولكن في آية دائما بيستخدموها وأنا إنسان قد كلمكم بالحق ها ده يسوع نفسه بيقول وأنا إنسان يعني ما هواش الله قد كلمكم بالحق ولكن بنفس الإصحاح المسيح يقول وأنا من البدء ما أكلمكم أيضا به وكما ذكرت حضرتك إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فمرات إنه بناخد آية بدون ما نقرأ النص الكامل وأكيد بتشوفه هذا في خدمتك يا أخي يوسف طبعا طبعا المسيح لم يقل ولا مرة أنا مجرد إنسان لكن أنا إنسان وهذا هو إيماننا إحنا على فكرة بنؤمن أن المسيح هو الله مية في المية وإنسان مية في المية يعني البعض بيظن أن إيماننا أنه سيمي جاد أند سوبرمان ولا هذا ولا ذلك هو إنسان في كل ما هو الإنسان وهو الله في كل ما هو الله نعم هذا هو إيماننا وإلا كيف كان يموت ما برضو السؤال اللي يمكن ييجي طب وإذا كان المسيح هو الله مين كان بيحكم الكون لما المسيح طبعا لا المسيح كان على الصليب كإنسان مات علشان يفدي الخطاط الأشرار اللي هو أنا واحد منهم وكان حيبقى مكاني في جهنم مليون في المية نظرا لقداسة الله لكنه حبني ومات عشاني وغير مآلي وحالي كتر ألف خيره لكن هو الله في كل ما هو الله وإنسان في كل ما هو إنسان أعتقد أن الإنسان إذا منصف بيقرأ إنجيل يحنى لابد أن يصطدم بشخصية وهوية يسوع المسيح من البداية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله صحيح يعني في أوضح من هذا الكلام كلام واضح جدا صحيح ولم يقولك في يحنى 6 38 لأني نزلت من السماء نزلت من السماء ليس ليفعل مشيئتي بالمشيئة الذي أرسل نزل من السماء يعني مش بدأ من مزوض بيت الأحد لا ده زي ما أنت بتقول في البدء كان الكلمة أو زي ما قرنا في ميخ 5-2 مخارجه منذ القضي منذ أيام الأزل نعم هو الأزلي اللي نزل من السماء عشان يفدينا واحدة أنا من يومين أنا بستمتع بقراءة سفر الرؤية أخ يوسف وبعدين لما بتقرأ سفر الرؤية يعني شيء مزهل كل الألقاب والأسماء والطريقة اللي بيتحدث فيها سفر الرؤية عن هوية يسوع يعني مليون في المية مش مية في المية لابد أن تصطدم أن يسوع هو الله إذا بتعطينا فكرة عن من سفر الرؤية يعني الكلام كثير عندنا وبرضو سأخذ مقتطفات في إشعية نقرأ ثلاث مرات أن المسيح هو أن الله مكاسف أن الله هو الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء ثلاث مرات في نبوة إشعية عن الله صراحة very clear في سفر الرؤية نقرأ ثلاث مرات برضو عن المسيح نفس الكلام اللي تقال عن الله في نبوة إشعية يتقال عن المسيح في رؤية واحد ورؤية اثنين ورؤية اثنين وعشرين أنا الألف والياء البداية والنهاية الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء تمام يبقى إذن اللي تقال عن الله في نبوة إشعية اتكرر بنصه في سفر الرؤية ثلاث مرات في إشعية وثلاث مرات في الرؤية أخي يوسف طبعا الحديث شيق معاك بحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك على فكرة أي اعتراضات وأنا في رسالة بعتناها في السوشال ميديا إذا عندك اعتراضات على هذا الموضوع بس الاعتراضات تكون مبرهنة مش مجرد رمي الكلام وبكل سرور سنرد على تساؤلاتك هذا موضوع يتطلب إعلان على فكرة مش بس برهن لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فهذا إعلان إلهي في داخل في كيان الإنسان حتى ندرك هوية وعظمة يسوع المسيح ابقوا معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا هل قال المسيح أنا هو الله بعد إذنك أخ يوسف رح أخد مكالمة مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال اتماعنا على الهوى كلام ونعمة المسيح معك أخي العزيز مع الأخ يوسف رياض الرب يباركه ويوسع تخومه يعطيه صحة والعافية فعلا هو موسوعة في الكتاب المقدس وإحنا الحقيقة نتعلم منه الكثير فالرب يباركه ويباركك أيضا أخ نزار أنا بس حابة أقول أنه مثل ما تفضل بالبداية الأخ يوسف رياض أنه المسيح ما يحتاج أنه يعني هم يريدون أن يخلي يفطى على صدره ويمشي ويقول أنا المسيح أنا الله أعبدوني لا المسيح ما يعمل هذه الأشياء لأنه هو بمعجزاته وكلامه وأفعاله وهو يثبت أنه هو الله ويكفي أنه هو قبل السجود لما تومى جاء وسجد أمامه وقال له ربي وإلهي وسجد أمامه فالمسيح ما نفى وقال له لا تقول يا تومى لا تجد أمامي أنا موه والله ولا تقول ربي فهو قبل السجود علما أنه بطرس وبولس وغيرهم من الرسل ولا واحد قبل السجود من أي شخص كان فهذا الدليل فالرب يفتح أيونهم ويلمس قلوبهم ويعرفون الحق ويعرفون المسيح أنه هو الله ويعرفون الحق والحق يحر الرب شكرا والرب يباركك ويخطك يعني يعني زي ما ابتديت بالكلام أنه مثل معبرت الأخت فريال هو مش يعني مش رح يجيب يافطة مع أنه في نبوات عديدة واضحة حتى قبل ولادة يسوع من العهد القديم يدعى اسمه عجيبا مشيرا القبور إلها قديرا مثل ما ذكرته ما هواش دمي جاد مثل الميثولوجيا اليونانية ولكن إلها قديرا بعدين في الآية يقول يملك على بيت يعقوب إلى الأبد من يملك إلى الأبد خلينا طالما بس فتحنا نأخذ كمان مكالمة من فريد أهلا وسهلا فريد من شمال أفريقي أهلا وسهلا انت معانا على الهوى ألو مرحبا بكم أهلا وسهلا معكم فريد معكم فريد من شمال إفريقيا أهلا وسهلا أهلا أنا عندي سؤال حول شخص المسيح فضل يعني في المسيحية في المسيحية المسيح هو هو الله وفي نفس الوقت هو ابن الله يعني السؤال سؤالي هو كيف يعني يمكن أن يكون إنسان يعني مثلا أنا أبي أبي لا يستطيع أن يكون أنا يعني الأب الأب والابن ابن كيف يكون في نفس الوقت شخصين في شخص واحد هذا هو السؤال طيب خليك معنا أخ فريد نسمع الجواب من الأخ يوسف سؤالي كتير كتير حلو على فكرة وأنا بشكرك على هذا السؤال إحنا إنت سمعت السؤال أخ يوسف مرات إحنا منقول يسوع هو الله الله الظاهر في الجسد وكتير الاستلاح الأكبر اللي منستخدم أو الأكثر شهرة هو يسوع ابن الله فكيف نصالح الاستلاحان معا في نفس الوقت المشكلة عند بعض المشاهدين ومستمعين أنهم فاهمين البنوة بأسلوب جسدي محت فطبعا أنا غير أبوية آه لكن لما بنقول للمسيح ابن الله هل نقصد أن في علاقة جسدية حدست في وقت من الأوقات والله أنجب ابنا حاشة طبعا في المسيحية يعني ترخض هذه الفكرة ده تجديف مش بس تجديف تعتبرها يعني حاجة سخيفة اهانة قول أنه الله عنده ابن أو ولد أو صاحب وتزوج وحده كل دي كلام شيطاني يعني أتمنى أنه يكون الأخ صاحب السؤال مش واقع في الغلطضية أتمنى ذلك من قلبي لا المقصود لما يقول أنا والآب واحد هنا بيتكلم عن علاقة حب حقيقية وعلى فكرة ده مش بعيد عن استخداماتنا فنحن فنحن نقول ابن النيل وابن السبيل وبنت شفا احنا ما نقصدش اطلاقا المعنى الحرفي هنا لكن المعنى الأدبي والمجازي فلما نقول ابن النيل علاقة الوثيقة بالنيل ابن الفراط وهكذا فهنا ابن الله ليس معنى ذلك أنه هناك ولادة جسدية حدست من الله في وقت من الأوقات حاشة لكن علاقة حب وتمثيل يعني أرسل إليهم ابني لعلهم يهابونه فالابن يمثل الآب والابن بيتكلم عن محبة الآب يحب الابن محبة عجيبة في الأسل والتمثيل والمحبة والمعادلة أنا والآب واحد هذه كلها معاني روحية ونحن نربأ تماما ونبتعد كليا عن المعنى الحرفي الحسي الذي ده مش مجاله اللهوت إطلاقا لكن ده في العلاقات البشرية طبعا وإحنا كمؤمنين نؤمن بالتميز يعني الآب متميز الآب له عمل سواء بالاختيار أو إرسال الإبن والإبن يتميز أنه أنجز العمل الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الروح القدس هو ختم الختم على هذا الخلاص ولما نقول إبن الله هو في ألقاب يعني المسيح كلمة الله الكلمة صار جسدا فالإبن لأنه ينتسب إلى السماء الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع معنى روحي عميق للتميز عن الله ونقدر نقول أن الأقنوم تميز دون انفصال يعني الإبن متميز عن الأب دون انفصال أنا والأب واحد أو امتزاج دون امتزاج ما نخلط الموضوع كنوع من المرتبية أو كنوع من الأسبقية أو لا نحن فيه كل أقنوم له تميز وهذه لما نقول ابن الله لا نعني التناسل الجسدي أخ فريد وفي نفس الوقت الكلمة المفهومة عندك طبعا لأنك انت من شمال أفريقيا المسيح هو كلمة الله ايه يعني كلمة الله أخ يوسف المعبر عن الله المعبر الفكر الله هذا ما نقصد فيه سؤال كتير حلو ربنا يباركك وأنا أصلي أنك تبحث عن هذا الموضوع وتجد الابن الكلمة يسوع المسيح على فكرة الأخ يوسف يعني عامل سبعين كتاب بصراحة ولكن واحد من الكتب المهمة جدا يعني فيك تشوف هذا الكتاب كاتب كتاب اسمه أرني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني وأنا بشجعك أنك تقتني هذا الكتاب معرفش معرفش إذا موجود على الأمازون أو لكن موجود في المكتبات في مصر ومكتبات يمكن في الدول العربية ولكن فيك تدخل على الصفحة على السايت كمان إحنا أخدنا الإزم من أخي يوسف رياض فيك تفوت على الصفحة وتقرأ هذا الكتاب عشرات بالمئات الدلائل يعني فعلا منشكر ومنمجد الرب وطالما حكينا على الكتاب أنا عاوزك أنت تحكي عن البراهين يعني يعني واحد من الأشياء اللي ذكرتها إكرام الإبن السجود يعني قبل السجود إيش كمان أعماله 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 يعني المسيح عمل بالتفصيل مذكور في الكتاب المقدس خمسة وتلاتين معجزة ذكرت بالتفصيل أن المسيح عملها وهي معجزات قال عنها المسيح لو لم أكن عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لما كانت لهم خطيئة أما فليس لهم عذر في خطيئة يعني اليهود الأشرار زي بعض الناس موجودين النهاردة ما قالش المسيح أنا هو الله فاعبدوني سهل أن الواحد يقول لكن هل يقدر يبرهن ويثبت المسيح في الحقيقة مش قال بس مع أنه قال لكنه عبر هذا الموضوع عبر وبرهن على أنه هو الله بالمعجزات اللي عملها أعمال محدش يعملها أدي على سبيل مثال لما واحد يموت ويدفن وأربعة أيام يتحلل ينتن مين ده بقى جب لي بقى النهاردة علماء الغرب والشرق يجتمعوا معا ويقوموا دبانة ماتت المسيح قبل ما ييجي قال لهم لعاظر نام قال له طب لما كويس أنه نام حيقوم قال لهم لعاظر مات وأنا فرحان إنكم إن أنا ما كنتش موجود علشان يزداد إيمانكم به ولما راح عند قال عن موته قبل يعني هو العالم بكل شيء بالضبط ولما وصل مرسى قبل قالت لو كنتها هنا لم يموت مما يدل على أنها عندها ثقة بس محدودة الله يقدر على حاجة يخفرات بس مش يقيم بالضبط فالله سيقوم أخوك أهل التوارد من عارف أنه حيقوم في القيامة في اليوم الأخير لا أنا هو القيامة والحياة القيامة ليست حدث القيامة شخص والحياة شخص أنا القيامة والحياة طيب برضو كويس الكلام لكن أثبت ذلك لما راح قال لرفعه الحجر ما رسألت له ما احنا قلنا بلاش ألم أقول لك إن آمنت ترينا مجد الله وبصوت عظيم صراح مش عشان يسمعوا الميت الميت ممكن يسمعوا من أمس لكن عشان آخر الناس اللي موجودة في المقبرة تسمع إن يسوع نادى لعازر بصوت عظيم وإحنا عارفين بقية قصة إن اليهود نو يقتلوا لعازر يعني مش هنقتل المسيح بس وده حجة الغلبان اللي ما عندوش حاجة يدافع بيها عن ضلاله اللي هو فيه وحاب بالضلال فقراروا قتل العازر أتمنى من قلبي إن اللي يسمع عن المسيح يفتح قلبه يقامن بيه المسيح قال في يوحنى 8-24 إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياك فدي واحدة من ضمن هو بس اللي عاوز يعني بعد إذنك إنه هو مش بس أقام أي وأحياء العازر هو عمليا عملية خلق صعب خلق جديد لأنه إذا أنتن يعني كل الأنسجة وكل الأمعاء من جوه والدم كل كله يعني تحلل فكل هذا يعني يحتاج إلى عملية خلق وهذا طبعا فإنه فيه خلق الكل كما يقول الكتاب المقدس وطالما أشار في حضرتك إلى الخلق نقول إن فيه معجسين تانين ليهم علاقة بالخلق تكسير الخبز ده مش رجع حاجة إلى ما سابق عهدها لا ده كتر الخبز بحيث إن خمس ترغفة فضل عن بعد ما شبعه من الخمس ثلاث فضل اتناشر أف طب دي جيت منين خلق وانيا كمان خلق ما مولود من غير وانيا عمل طين وطلب الطين عيني الأعمى وقال الأعمى إذا باختسل في بركة سلوام فمضى واختسل وآتى بصيرهم طبعا كمان بالنسبة لليهود هاي آية يعني علامة مهمة كتير صحية يعني منذ الدهر لم يسمع أن أحد قد فتح عيني مولود أعمى صحيح لأنه كانت دلالة على أنه المسيح يسوع هو المسيح المسايا صحيح يعني كان بينتظره المسيح واحد من العلامات الذي يوحد أصباط إسرائيل الذي يبني الهيكل والذي يفتح العيون وهذه من اختصاصات المسيح أنا بتكلم دلوقتي بحسب الفكر اليهودي اليهودي كان أنه المسيح فعلا كما كما قال ذكرنا عن يعني وذكرت عن المعجزات ولكن في أقوال وفي أعمال كثير اللي بتبرهن له تأيسوع المسيح نعم فضل يعني مثلا على سبيل المثال كلام المسيح أنا هو الألف واليا البداية والنهاية الأول والآخر أنا أصل وذرية داود احكي لنا شوية يعني أنا بجيب دايما سنائية عشان أوضح لأن لما بنجمع وبنربط الآيات بتتوضح الفكرة أكتر رؤية في متى 22 ورؤية 22 عن أصدت أن نحط الاتنين دول جنب بعض عشان الناس ما تنساهمش متى 22 ورؤية 22 متى 22 المسيح بعد ما تسأل عدة أسئلة من اليهود الأشرار قالهم تعالوا بقى أنتم بتسألهم تعالوا ما أسألكو أنا هو سؤال سهل إيه السؤال بتاع المسيح ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا لدي سهل ابن داود قالهم صاح برافو ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لرب إذا كان ابنه إزاي يبقى ربه رده معرفوش يرده لغاية النهاردة وأنا بقول لغاية النهاردة لأن أنا كنت في فريس بزور الإخوة واحد قال لي تحب تكلم واحد يهودي متعمق في الديانة وطوله هاتو نتكلم عنه وبعدين سألته السؤال اللي رب سأله في متة 22 ابن داود مين وبعدين طب إزاي بيقول عنه في مضمون 110 قال رب ولربي كلام ده من 20 سنة قال لي طب هسألك وارد الغاية دلوقتي ما ردش مش هيرد لكن إحنا عندنا الرد سهل جدا لأنه زي ما قلنا متة 22 رؤية 22 رؤية 22 أنا أصل وذرية داود من جهة اللهوت أنا خالق داود ومن جهة الناسوت أنا ابن داود وده إيما أن المسيح يا جماعة ببساطة بس حوله لا بلاش أقول حوله تفهمه اطلبه من ربنا يدي كل فهم لأن الفهم دي عطية من الله افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء يعني خلينا نرجع نقول أن المسيح ما حملش يافطة عشان يقول يا جماعة بليز صدقوني أنا أنا هو الله ولكن في كل شيء عمله كان واضح جدا واليهود المعاصرون في أيام المسيح فهموا فهموا حتى لدرجة قالوا له وأنت إنسان تجعل نفسك إلها فمنشوف حتى من أقوال المسيح من أعمال المسيح معجزات المسيح ولكن انت ذكرت آية يعني إن إني أنا هو آي إن لم تؤمنوا أني أنا إن لم تؤمنوا إني أنا هو تمتون في خطياكم ولكن قال أيضا أنا هو وفهمه يعني في كلمات مثل أنا هو الراعي الصالح الراعي دقولي بيحكي في مزمور الرب رعية يهوى رعية عم بقول أنا هو الراعي فكلمة أنا هو كده مرة في إنجيل يوحن بتعبر عن لهوت المسيح مثل ما ذكرت أنا هو القيامة والحياة جميل أنك تلاقي أنا هو في إنجيل يوحن لوحده 21 مرة شعجب 21 رقم 7 ده مهم أوه في الكتاب المقدس الكتاب المقدس قال عنه في نبوة حبهوك سباعيات سهام كلمتك يبقى إذن لكن ده مش سبعة وحدة ولا اثنين ده 21 يعني ثلاثة في سبعة أنا هو أنا هو إيه أنا هو الباب أنا هو إيه أنا خبز الحياة أنا هو إيه كمان نور العالم أنا إيه كمان الرب نوري وخلاصي بالزبط يعني فهو بقول أنا هو النور أنا هو النور والراعي الصالح وبعدين القيامة والحياة الطريق والحق زي ما قلنا سبعة سبعة مرات المسيح بيستخدمها عن نفسه وبتكلها بتؤكد لهوته زي ما قلنا أنا هو الراعي الصالح ده المسيح مر قال له واحد لماذا تدعوني صالح ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله البعض بيفهمها غلط زي لأنه حابب يفهم غلط لا تدعوني صالحا لا المسيح ما قالش لا تدعوني صالحا لكن قال له لماذا تدعوني صالحا سؤال سؤال لأنه ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله لم يكن المسيح ينفي الألوهية عن نفسه بل ينفي الصلاحة عن البشر ما فيش صالح في البشر فإذن هذه السبعية الجميلة التي جاءت في إنجلي يحنى تبرهن وتؤكد أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد نخد كمان يعني معنا حمد من الإمارات أهلا وسهلا فيك أخ حمد أنت معنا على الهوى مساء النور لا هو أوكي أفهمت أنا سؤالك بس رح نوضحه طبعا أنا ما عندي يعني قل فيها عن النصطلح بس وهل هناك دلائل يعني من العهد القديم توازي هذه العقيدة في الإنجيل سؤال كتير كتير حلو معرفش إذا أنت شاهدت الحلقة أخ حمد من البداية الأخ يوسف شرح عن بعض الآيات في العهد القديم التي تؤكد وجود يسوع المسيح قبل ولادته في بيت لحم وذكر من سفر ميخة صحاح 5 آية 2 الذي ما خارجه منذ القديم منذ أيام يعني أنا دارس لغة عبرية فهي تتكلم عن المسيح الأزلة وأيضا ولادة المسيح العضراوية أنه يدعى اسمه عمانوئيل أي الله معنا وأيضا إله قديرا وهكذا وذكر بعض الآيات لكن يعني برضو إذا بتحب كمان تأكد أنه موجود قبل أن هو آل يخلق نحن نؤمن أن المسيح مولود غير مخلوق يعني دي مهمة أوي يا أخ نصار وكويس أن الأخ العزيز حمد يخلي باله أنه لم يرد في الكتاب المقدس كله من التكوين إلى الرؤية العهد الأديم الجديد أن المسيح خلق حاشا المسيح هو الخالق وخالق الكل به وله قد خلق الكل أحيانا بيستخدموا كلمة بكر كل خليقة بكر كل خليقة بكر ليس الأول زمنا لكن الأول رضبة نعم عندما دخل المسيح إلى العالم المخلوق كان هو بكر كل خليقة وعشان كده تيجي الآية اللي بعدها حرف الفاء اللي بيسموها فاء السببية فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق ودي في منطقة قوة نعم يعني هو الخالق وتخلقها لنفسه لمجده الكل به وله قد خلق دي بس يعني يعني بتأمل أخ حمد إنك تترك بياناتك إذا عندك أكتر أسئلة لأنه منحب يعني نتواصل معك ربنا يباركك عنا كمان مكالمة الأخت مونة مونة من السعودية أهلا وسهلا فيك أخت مونة أنت معنا على الهوى تفضلي إذا عندك أي سؤال مساء الخير مساء الخيرات إذا سمحت سؤالي تعطوني إجابة يعني مقنعة طبعا نحن نؤمن أن المسيح هو نبي ورسول طبعا هذا ديني هو ديني رسول ونبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويسوع من قلع النسى النبي المرسل عليه السلام وهو بشر رسول سؤالي بما أنكم تربطون يسوع وهو ابن الله أو أحيانا الله هو يعلم الغيب صح الله سبحانه وتعالى مكن يسوع من علم بعض الأمور يعلمها بإذن الله يخيل موت يخبر بأمور غيبية بأمر الله بإذن الله طيب إذا كان هو إيمانكم أنه هو يعلم الغيب طيب كيف يسمح لجنود يجون يأتون أو يمسكونهم ويضعونهم على الصريب ويقتل طبعا هو يعلم الغيب بإيمانكم ليش ما كان أعلم بالغيب بجيتهم قبل أو يخرب أو يقبي عليهم بما أنه عنده بعض الصفات الإلهية ليش ما قضى عليهم قبل لا يجوا ويقتلوا قبل لا يمسكوا هو إله عنده قدرات خارقة هو أقوى من البشر الجنود اللي جايين يمسكونه ليش ما مسكهم قبل ليش ما أرسل لهم جنود يمسكونه قبل لأنه يعلم الغيب كهو بشر رسول يعني هو مثله مثلنا إحنا اللهم الميد الله بالرسالة مثله مثل محمد مثل إبراهيم عليه السلام وبقية الرسول طيب أنا هذا السؤالي طيب كتير حلو ما يموت خليك معانا على الهواء ما يموت إلا البشر خليك معانا على الهواء أخي مونة أخي يوسف أنت سمعت السؤال أوكي فضل بالإجابة يعني ملاحظة افتتاحية قبل ما أرد على التفصيلات أن تجمع ما بين مصدرين مختلفين تماما كاختلاف القطب الشمالي عن الجنوبي وتاخد معلوماتها عن المسيح شوية من هنا وشوية من هنا مش هتقضي مصلحة مش هتوصل لأي حاجة هتتوه نفسه لذلك نصيحة مخلصة لوجه الله أنك تركزي على مصدر واحد وأتمنى أن يكون هو الكتاب المخدس لماذا لم يدافع عن نفسه وهو يعلم لماذا لم يهرب وهو يعلم الغيب هو جيه ليه هو أساساً مسيح تولد ليه لما اتولد أبشركم بفرح عظيم يقول لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب المسيح جاي مش عشان يخلص نفسه لأنه هو في سماءه محتاج يخلص نفسه من مين وهو في السماء محتاج يخلصني أنا وإنت وهي الرب عايز يخلصنا وكيف كانت كلفة الخلاص أنه يموت نيابة عنه لأن أجرة الخطيئة هي موت فالمسيح قبل الموت اختيارياً تطوعياً علشان يفديني أنا من الموت أجرة الخطيئة مش مجرد ممارسات معينة وأعمل شوية حاجات ودت شوية فلوس وتتغفر خطيئة كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الضغر كانت محتاجة لسفك دم وبدون سفك دم حتى في العهد القديم لا تحصل مغفرة جاء المسيح علشان يفديني وعشان كده الناس قالت تهكماً على المسيح بس كان هذا عين الحقيقة خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلص والحقيقة أنه لو خلص نفسه وهذا كان في وسعه ما كان سيخلص أحداً آخر وعشان كده المسيح فيه محبته عشان كده احنا بنحب المسيح ليه بنحبه عشان نتصلب ليه تصلب ما هو تصلب عشاني أنا يعني كل واحد حاسس بخطيئته وبذنبه التقيل وبشره محتاج مخلص ولقد جاء المسيح لكي يخلص عشان كده لما جيت ساعة الصليب يقول هل أقول يا إلهي نجني من هذه الساعة ولكن لأجلي هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة فالمسيح لم يأخذ على غرة ولم يكن يعني ضعيف أنه يقاوم الشر ده هو قال لتلاميذه أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيرسل إلي 12 جيشاً من الملائكة جيش لاجئون لاجئون يعني 6 ألاف 12 جيش 12 لاجئون يعني 772 ألف ملاك يعملوا إيه في العالم ده ده ملاكين رمدوا خمس مدن ملاكين أو ملاك واحد قتل 185 ألف جبار من جيش سنحارين ماذا كان يفعله ده لو كان الرب مش عاوز يموت لكن هو جاي من السماء خصيصاً لكي يموت فدية عن الذين أحبهم وكل الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله وحبيت أقول كمان للأخت مونة أن ذهاب المسيح للصليب ليس ضعفاً بل شجاعةً وأنا معرفش مثل ما حكى الأخ يوسف على إيش استنتي ولكن نبوات تتكلم عن صلب ألام وصلب وموت المسيح من آلاف سنين قبل الحدث وبعدين الرب يسوع كاد مرة في العهد الجديد اتكلم أنه ذاهب لأورشليم لدرجة أنه واحد من التلاميذ حاول يمنع يسوع قال له يسوع ابعد عني يا شيطان اللي هو الرسول بطرس وحتى في البستان بستان جات سماني لما جاءوا يلقوا القبض على المسيح سألهم من تطلبون قالوا يسوع سقطوا قال أنا هو سقطوا على الأرض وحتى بطرس حاول أنه يدافع عن المسيح استل سيف خنجر وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه المسيح شفى الأذن وقال لبطرس رد سيفك إلى غمدى الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون فإذا أختمنا فكرة الفداء هي منذ الأزل معروفة للرب ولكن المسيح تممها في ملء الزمان لكنه قام من الأموات وهزم الموت وهو حي إلى أبد الآبدين وهو كلمة الله ولا يقارن المسيح بأي نبي أختمنا لتصحيح كلامك فالمسيح هو كلمة الله يعني حتى المواصفات الموجودة هو علام الغيوب هو القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان وفي كل مكان صانع المعجزات أنت بتقول بإذن الله وهل الله يسمح لرسول أن يعطي أخص خصوصياته مثل غفران الخطايا والخلق نحن نعرف لا ما في حد بيخلق إلا الله فأنا أدعوك يا أختمنا أنك تقرأ الكتاب المقدس وفعلا رح تكتشفي الحق من خلال الفكر المسيحي يعني أقصد كلمة الله والكلمة طبعا تحرر الإنسان شكرا جزيلا مش عارف إذا معانا الوقت نأخذ كمان مكالمة ممكن مكالمة سريعة من ميري من لبنان أهلا وسهلا أخت ميري أهلا وسهلا أخت ميري تفضلي الكتاب المعدس 1186 صفحة 1186 صفحة بتكلموا عن الله عن أي الله الظاهر في الجسد بعدين اللي قال اللي قال تكن أنوار في جلد السماء هو ذاته اللي قال أنا هو نور العالم نعم من يتبعني فلا يمسكوا الظلمة بل يكون لهم نور الحقيات بعدين عندي تعليق صغير كمانا بتصنيه 25-28 بيقول فيصنعونا لي مقدسا لأسكن في وسطهم هيدا الإله اللي عمر ببني خائمة الاجتماع تحته لي يسكن وسط شعبه هو الله هو الرب يسوع المسيح اللي هو ساكن بوسط كانيس طوب بوسط شعبه بوسط المؤمنين المفديين في هيد الأماء في هيد الأيام وسط المؤمنين اللي تغسلوا بدم المسيح وسكنوا نروح القدس تالت شي كمانا بدي أقول كمانا على السريح هو بالهديم كمانا بتصنيه بيقول أنا أميت وأنا أحيي الرب أي الله هو ماسك زمام الأمور هو اللي بيعطي الحياة هو اللي بيخدها الإله اللي مندبعه واللي منعبده الله الظاهر في الجسد هو إله فريد من نوعه فريد بشخصيته فريد عن كل الوصل وعن كل العنبيا وما فينا نشبه بحدا ايه تقدى الخيات؟ أخت ميري يعني المداخلة تبعتك وصلت وأنا بشكرك من كل القلب يعني بس يعني أقطبس آية من العهد الجديد لأنه ذكرتي أنه الله بيسكن في وسط شعبه في رؤية 22 مكتوب هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم بعدين بيكمل في آية ستة كلمات يسوع ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا ما أعتقدش أنه فيه أوضح من هيك يا أخي لا صحيح خلينا أعطيك دقيقة اتوصل رسالتك رغم أنه هذا موضوع كبير يعني لكن ممكن يشوفه بالكتاب طبعا كتر خيرك أنك فكرتنا بالآية بتاعت رؤية 22 أنا أعطي العطشان إيه يعني العطشان اللي مل من مياه العالم مياه العالم كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا إحنا مش هايزين نشرب كتير من مية العالم لكن من يعطش يقبل يأتي إليه وأنا أعتقد أن أي واحد بيسمعنا الآن سواء تدخل في مدخلة ولا ما دخلش عنده أشواق لأمور الله يطلب من الرب والرب على أتم استعداد أن يدي له ماء الحياة آمين وأنا طبعا بكرر نفس الدعوة تعال إلى يسوع المسيح تعال للمصدر لا تبحث عن مياه أخرى تعال إلى يسوع المسيح أنه يحبك وقدم الخلاص الكامل من أجلك حتى أنت يكون إليك حياة أبدية معه الرب يبركك